في وقت أشارت معلومات الأوتي في إلا أن السفير الفرنسي هيرفي ماجرو يزور البيضة الخامسة من عصر الخميس للقاء رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل العائد من الخارج حيث لم يتمكن من لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي فلودريون استهل اليوم الثاني من زيارته للبنان بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مبنى الكتلة في حارة حريك حيث كشفت مصادر في حزب الله للأوتي في أن لودريون أتى بطرح على طريقة التشابر المختصر أي أن كل فريقين أو ثلاثة يتشويون بالتعاون مع مرجعية معينة وهو ما يضعه الحزب في إطار تجنب غير مباشر للحوار برعاية الرئيس نبيه برر بشكل مرفوض من قبله حيث يتمسك حزب الله بالحوار تحت إطار المجلس النيابي معرف التكريس أي أعراف جديدة لودريون استكمل ظهرا جولته باللقاء الرئيس برر في عين التينة حيث أكد له رئيس المجلس تمسكه بمبادرته لانتخاب رئيس للجمهورية مكررا الدعوة ومن دون شروط مسبقة للتشاور حول موضوع واحد وهو انتخاب رئيس ومن ثم الانتقال إلى القاع العام للمجلس النيابي للانتخاب بدورات متتالية ومن ضمن قائمة ضم عددا من المرشحين لودريون عقد لاحقا سلسلة اجتماعات مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حركة الاستقلال مشاهلم عوض الذين استجدى لقاؤه بهما من خارج جدول الأعمال حذرنا من بعض المطبط يلي ممكن تكون عم تتحضر ولفتنا له نظره عليها على أمل أنه ياخد هو الضمانات اللازمة لها المواضيع هذه تنقدر نحنا نطمئن للمسار يلي ماشي نحنا بدنا ضمانة أن الجلسة الانتخابية المفتوحة هي بمعزل عن الاتفاق على اسم الرئيس وتاني نقطة هو ضمانة بأن نواب الممانعة رح يحضروا الجلسة بعدها التقى لودريون نواب التكتل النيابي المستقل حيث كشف النائب نعبة فرام بعد اللقاء عن حركة جدية تنطلق من موضوع اجتماعات لودريون مع حزب الله والرئيس بره وغيرهما تبشر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزة فلودريون عرض حسب فرام أن الفريقين مستعدان لعقد جلسات مفتوحة للانتخاب وأضاف فرام أن هذه المرة لن تكمن الشياطين في التفاصيل بل بالنواية فبحسب نواياكم ترزقون لودريون استكمل جولته باللقاء البطريارك ماربشارة بطلس الراعي في بكركة ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع في معراب الذي أشار بعد اللقاء أنه في حال سمي حوارا أو تشاورا لن نقبل بالأعراف ولودريون قال أن بر كان إيجابيا لذا فليتفضل ويدع إلى جلسة وأضاف جعجع أنه لن يقبل بمانح رئيس مجلس النواب صلاحيات ليست له إشارة إلى أن الموفد الفرنسي كان زار أمس السراي واجتمع مع الرئيس نجيب ميقاطي ثم التقى النائب السابق والد جملاط ورئيس طيار المردة سليمان فرنجية في الخلاصة وعلى رغم أهمية الدينامية التي تعيد إطلاقها لمحاولة فك الجمود الرئاسي إلا أن جولة لدوريون تدخل من جديد في دوامة الانقصام اللبناني فهل تعتمد فرنسا تمرير الوقت إلى حين بروز تسوية شاملة يكون لبنان جزءا منها؟